بعد أول شتوى نقوم بزراعة الأرض بحراثتها وزراعتها بنجهزها بالدرجة الأولى للزراعة يعني بنحراثها أول حرثة وبعدها الحرثة الثانية للزراعة البقوليات بعد حراث التركتور نقوم بالحراثة على نسميها الخيل هذه الألية قديمة حديثة كثير الناس رجعت لموضوع الخيل لأنه في بعض الأراضي اللي مشجرة واللي مسيجة واللي ما شبه ذلك ما يفوتها التركتور أو الألات الحديثة للحرث فترجع للموضوع الخيل والخيل فيه نوصيها الخير الأباء والأجداد عاشوا من وراء الزراعة ما كان فيه وظائف كانت الوظائف قليلة الآن الكل بده وظيفة فلذلك بتعدد الناس عن موضوع الزراعة زمن أول نزرع قمح نزرع العدس نزرع الحمص نزرع المقاثي اللي هي البساتين ها؟ لم يكن عندها القمح فائض والشعير فائض يصير عملية المقايضة بالأسواق أنصح بالاعتناء والعودة إلى الأرض والعودة إلى التراث القديم من أجل الحصول على الاكتفاء الذاتي طبعاً القمح البلدي اللي نزرع بأراضينا هو أنضف قمح في الشرق الأوسط أراضينا خصبة أراضينا بدها عناية بيصير عندنا اكتفاء ذاتي من القمح والشعير والكرسنة والعدس والحمص وهذا يغنينا عن الاستيراد كانت سهول حران سهول إربد مناطق الرحاب هذه اللي احنا فيها الآن كانت هي أم الحبوب أم البقوليات كاملة بسوقنا كامل ما فيه زي ما كانت تنتج بلادنا قضاء الرحاب عامة يشمل حوالي 28 قرية صار عندها توسع بنياني في الأراضي الزراعية وهذا يقلل من قيمة النمو للزراعة اليوم كله بده طاولة وكرسي طاولة وكرسي ما فيه عام الطاولة والكرسي هاي اللي احنا قاعدين فيها والوظيفة هاي هي اللي احنا قاعدين فيها واللي احنا نعتني فيها لازم ونعود إليها ما يلنغل عن الأرض الأرض كويسة والأرض مال هاك ثمن ونعود إليها ونعود إليها